عايزين نرجع للفنان الراحل سمير غنم والفنانة رجاء الجداوي لو تحكي لنا مواقفك معاهم كواليسك معاهم لو أحكي لكم عايات لا ليه لا مش عايزين كده السمير الزكريات معهم زكريات صعبة جدا وناس ما تتكررش الاتنين دول ما يتكرروش في حياة البناء ده تاني ما يجوش تاني ما يجيش رجاء الجداوي تاني وما يجيش سمير غنم تاني رجاء الجداوي صحبتي قبل ما تكون نجمة وفنانة فهي من شلتي يعني أنا شلتي رجاء ميرفت ودالي العبدالعزيز دول شلتي دول صحابي اللي بخرج معاهم كل يوم بالليل واللي بنتقبل سوا واللي بنخرج سوا واللي بنعمل مجيب العزة سوا واللي برو احنا كان نسلم على سمير خفاجة سوا يعني شلة رجاء الجداوي بالنسبة لي يعني حالة منفصلة عن كل الزمل اللي أنا اشتغلته معاهم لأن هي ما هياش نجمة ما هياش ميجاستار هي جوجة بالنسبة لي فجوجة بالنسبة لي كانت أمه وأخته صديقة وحبيبة وكل حاجة في الدنيا وكانت هي معتبراني كده يعني كانت بتفقية حتة بتقعد فيها ونروح نقعد فيها تقودني جنب بيها وتقعد شخصية كانت محبة للحياة ومحبة للناس في الحياة يعني بتحب الناس كلها يعني تحس ان هي بتدي دايما تقتل حق تقريبية تقريبية ودايما تستشريها تلاقي عندها مغزون خبرات شديد جدا وحكاوي كتير جدا تحديكي مثل للمشكلة اللي انت فيها بحكاية حصلت قبل كده بنسها وتحكيها لك عشان تطلعك من قزمتك وتقولك شفتي بقى ده بقى فين دلوقتي طب شفتي بش حاجة